حالة من الأرباك المستمر يشهدها العراق نتيجة استمرار أزمة خفاض قيمة الدينار العراقي يفاقمها ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار الأمر الذي أثر على القطاع الاقتصادي ولا سيما مع وجود سوق سوداء ومضاربين تابعين لجهات متنفذة زيادة سعر الدولار ألقى بظلالة على السلاع والبضائع في الأمور الطبيعية كان في كل شهر رمضان نلاحظ أن هناك زيادة في كل المنتجات وخصوصا أن أغلب هذه المنتجات هي مستوردة لازالت الأزمة مستمرة وبدأت هذه الأزمة تؤثر على الشعب العراق وعلى حياة المواطن كانت الأزمة كما تعرفون تؤثر على الحياة الفقرية بل امتدت هذه الأزمة إلى الطبقات الوسطى المواطنون من جهتهم اتهموا الحكومة بفشلها في إيجاد معالجة لهذه الأزمة الاقتصادية قائلين أن حلول الحكومة بشأن أزمتين خفاض الدينار وارتفاع دولار ترقيعية ولا تجدي نفعا أمام عصفة غلاء الأسعار في الأسواق والتي أثرت بشكل كبير على المواطن الفقير الحلول كلها ترقيعية ما يخص الدولار والسوء المعيشة وسوء الخدمات في البلد حد الآن أي خطوة ما شبنا من الحكومة أي موضوع ما صار بلا خصد الدولار فحتى الموظف سوء الدولار أتأذى ومع ذلك حتى الأسعار سادت يعني الحكومة ما جاءت قدم أي حلول أو أي نتائج للمواطن البسيط اليوم أنت من ترفع الدولار أنا مواد أسحبه من التاجر بالدولار التاجر يريد من عندي دولار ما يريد عراقي من ترفع علي الدولار أنا أضرر بعد شنو أبيعه زي ما هيك راح تجبرني أمشي بغير طريق حتى أجيب لقمة العيش العائل فيه الخفض الحكومي لقيمة الدينار وارتفاع أسعار الدولار جاء على المواطن العراقي أولا مشكلا عمد أن اقتصاديا آخر على كاهله وسط انهيار القطاع الاقتصادي جراء استشراء الفساد الحكومي في مفاصل الدولة ووجود مضاربات وأسواق موازية تديرها الأحزاب والميليشيات